اشتركوا في القناة اما متخبنا الولمبي لم يقدم نفسه بشكل جيد واعتمد على التأمين الدفاعي مع نسيان المغامرة الهجومية ليقدم اسوأ مباراة له في البطولة القارية الشوط الاول لم يشهد اي فرصة حقيقية من المتخبين بعد ان لعب نسول قاسيون بتكتيك دفاعي وظهر التسرع واضحا لدى اللاعبي الاخضر السعودي الذي كان ان يسجل من خطأ للحارس وليام غنام المدرب ايمن حكيم اشرك زيد غرير بدلا من عبدالقادر عدي ليبقى خط وسط نسول قاسيون بدون فاعلية الدفاع السعودي بقيادة عبدالباصة الهندي لم يختبر اما اخطاء الحارس وليام غنام تكررت وكارت ان تكلف المتخب السوري استقبال هدفين المنتخب السعودي واصل تفوقه في الشوط الثاني مع بقاء التكتيك الدفاعي للمنتخب السوري وتصابق مهاجمين المنتخب السعودي على اضاعة الفرص الحكيم زج بهدافه على الدين دالي لكن لم يتحسن الاداء الهجومي الذي ظل عقيما نظرا لتباعد الخطوط الاخضر السعودي اطبق على مرمى منتخبنا السوري هجمات مكثفة خاصة من الاطراف حتى تقيقة 80 حين سجل اللاعب السعودي في رأس البريكان هدف اللقاء من كرة جميلة خدعت الحارس وليام غنام ورد المنتخب السوري لكنه افتقد للسرعة والتركيز كما خسر خدمات علاء الدين دالي بعد ترقيه البطاقة الحمراء بسبب الخشونة الزائدة الضقائق الاخيرة شهدت صحوة للهجوم السوري واعتمد على مهارات محمد الحلاق وعبد الرحمن بركات لكن الحارس السعودي تكفل ببعاد الخطورة في الوقت المناسب وبهذا الفوز تصدر الاخضر السعودي جدول الترتيب في المجموعة الثانية بسبعة نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سوريا صاحبة الوصافة ليتأهل الثنائي لدور الثمانية في البطولة القارية مقابل توديع قطر واليابان للمسابقة اما عن مباراة ربع النهائي التي سيخوضها المنتخب السوري الاولمبي فسيلتقي المنتخب الاسترالي يوم السبت في الساعة الثالثة والربع بتوقيت دمشق اما عن باقي النتائج التي اقيمت اليوم فضمن منافسات المجموعة الثالثة التقت اسباكستان مع كوريا الجنوبية وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بحدفين مقابل هدف والمباراة الثانية التقت الصين مع ايران وانتهت فوز ايران بهدف مقابل لا شيء وبهذه النتائج في المجموعة حجز المنتخبان الكوريا الجنوبي والاسبكي بطاقتي الصعود لدور الثمانية عن المجموعة الثالثة حيث رفع الاول رصيده الى تسات نقاط في الصدارة بينما تجمد الثاني عند اربع نقاط في الوصافة وخرج المنتخب الايراني من البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة التي تزير ترتيبها منتخب الصين بدون رصيد اما عن مباريات يوم غدن الخميس يلتقي الاردن مع الامارات وفيتنام مع كوريا الشمالية ضمن منافسات المجموعة الرابعة والمباريتان سوف تقامان في الساعة ثلاثة وربع بتوقيت دمشق كل التوفيق ان شاء الله لمتخبنا في لقائه القادم مع استراليا نتمنى تصحيح الاخطاء التي وقعها فيها الفريق في مباراته مع السعودية فالخسارة مع استراليا تعني الخروج وضياء الحلم شاركونا رأيكم بإعداء المتخب في مباراته مع السعودية بقسم التعليقات تقبلوا تحياتي محدثكم غسان من فريق قناة تبراس فور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة